السلام عليكم وهلا بكم في فيديو جديد واليوم عن تسريب جديد لهواتف سامسونج تستعد سامسونج للكشف الخارج عن الجيل الجديد من سلسلتها الأشهر والتي تنافس في الفئة المتوسطة حيث سوف تقوم الشركة بالكشف عن هواتف Galaxy A34 و Galaxy A54 خلال الأيام القليلة المقبلة ويأتي الكشف عنهم بعد مرور عام عن تقديم الجيل السابق من Galaxy A33 و Galaxy A53 وستأتي الهواتف الجديدة من سامسونج في الفئة المتوسطة بأحدث لغة تصميم والتي ظهرت في سلسلة Galaxy A23 والتي تتلخص في وجود الكاميرات الخلفية في ظهر الهاتف بدون إطار يجمعها معا وفي هذا الفيديو سوف نعرض لكم تفاصيل هذه الهواتف لكن قبل أن نبدأ اشترك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل خاصية الجرس ليصلك أشعر كل فيديو نقوم بتنزيده من المنتظر أن يتم تقديم Galaxy A34 والذي يعتبر الجيل الثاني والذي يعتبر الجيل التالي من Galaxy A33 مع معالج من MediaTek Daemon ST 1080 مع 8 جيجا رام ومساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا بالإضافة إلى شاشة AMOLED بحجم 6.6 بوصة بدقة Full HD Plus مع معدل تحديث 120 هاتز وسيعمل الهاتف بالنظام تشغيل أندروي 13 وبالواجهة الأحدث من سامسونج من نظر إلى الكاميرات سوف نجد كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة ثلاثة 1.8 وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل وعدسة مخصصة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل مع كاميرا سيلفي واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل وتأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 ميلي أمبير ومن المتوقع أن تدعم الشحن بقدرة تصل إلى 25 واط أما عن جالكسي اي 54 والذي يعتبر الجيل التالي من جالكسي اي 53 فسيأتي الهاتف مع شاشة أمولاد بحجم 6.4 بوصة بمعدل تحديث 120 هاتز مع معالج إكزونوس 1380 من سامسونج بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام والهاتف سوف يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 وسيدعم منفذ السماعة 3.5 ميلي متر بالنسبة للكاميرات فالهاتف سوف يأتي مع ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية منهم تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة تساوى 1.8 والثانية تأتي إلترا ويد لتصوير بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة تساوى 2.2 أما الأخيرة فتأتي بدقة 5 ميجا بيكسل وهي ماكرو مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وسيأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5000 ميلي أومبير تدعم الشحن بقدرة 25 واط وللتفاصيل أخرى حول الهواتف في فيديو قادم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة وأراكم في فيديو جديد في أمان الله